لكن هنا برضو لازم نتوقف بنصيحة معينة يا جماعة المغالاة في تجهيز الأزواج والزوجات في الزواج أمر لم تحف عليه شريعة الإسلام هو للأسف يمكن احنا تعودنا على بعض العادات إنه هو لازم بنتباهى بأنا جبت البنتي كذا وكذا وعلشان الطرف الآخر ما يقولش لأ ده انتم ما جبتوش حاجة أو ما عملتوش حاجة فالناس كتيرة بتخش في هذه القضية بشكل غير مقصود وبيلقوا نفسهم هما بيوصلوا لمرحلة صعبة زي ما سمعنا من أستاذ أمر أعظمهن بركة أيسرهن مهورة التيسير في كل شيء احنا في حاجات كتير جدا ولغاق قالوا نصف المعيشة في الاقتصاد لو الإنسان عنده اقتصاد حيقدر يعيش حياة هريئة جدا ما عندوش مشكلة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله سبحانه وتعالى من الدين يعني ان الإنسان يقول اللهم ان يعود بك من المغرم المغرم اللي هو أن تقترض فيما لا يحل أو تقترض وأنت لا تستطيع وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تسدد هذا الذي عليك ما نقول بنت عشان تتزوج استلف آلاف الجنيهات علشان أجهزها ده برضو شيء مش هو المطلوب يعني احنا بندعي لها أن ربنا يفرج عنها نعم وبندعي لها أن ربنا يسد عنها وده دعاء مهم جدا أن تدعي لنا ربنا سبحانه وتعالى يسد عنها ترجمة نانسي قنقر